بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والأربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني من فضل الله تعالى على أمة المحمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لها في أيام دهلها نفحات ليتعرضوا لها ويفوزوا بعطايا الله سبحانه وتعالى فيها لأننا أمة أعمارها قصيرة وآجالها محدودة ومن أعظم تلك العطايا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر وفي هذا الحديث تسأل عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أدركت أنا ليلة القدر ما أقول فيها طبعا من قام واجتهت في العبادة في ليالي العشر الأواخر كلها وخاصة في الليالي الوترية فيها يدرك ليلة القدر بإذن الله تعالى ما هو الدعاء المفضل في ليلة القدر يعني في الليالي الوترية أو في الليالي العشر الأواخر كلها إن شئت الحقيقة يعني فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني العفو هو التجاوز عن السيئات اللهم إنك عفو تحب العفو تحب ظهور هذه الصفة فاعف عني تجاوز عن خطأي واصفح عن ذنبي وزللي فإني كثير التقصير وأنت يا ربي سبحانك وتعالى تعاليت أولى بالعفو الكثير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من أداب الدعاء أن تثني على ربك سبحانه وتعالى بصفة تناسب طلبك أنت تطلب العفو فكان من المناسب أن تثني عليه بهذه الصفة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والعفو يكون في الدنيا والآخرة وفي هذا الحديث إثبات صفة العفو لله تعالى والمحبة يحب العفو كما يليق بجلاله وكذلك في هذا الحديث الحس على حفظ وتعلم الدعوات المباركات في الأوقات الفاضلات وكذلك فيه حرص عائشة رضي الله عنها على التعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة أبواب الخير فكن حريصا على الخير والزم هذا الدعاء في العشر الأواخر كلها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا آمين الحديث الثامن والأربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد زكر أو أنثى من المسلمين رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما زكاة الفطر من العبادات التي من الله تعالى بها على المسلمين طهرة وكفارة لما قد يقع من الصائم في رمضان من نقصان مثل اللغو والرفس أي الكلام الفاحش وكذلك هي طعمة للمساكين من المسلمين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وفي هذا الحديث يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وحدد حكمها فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة عبدا كان أو حرا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرة حتى لو ولد الطفل الصغير قبل صلاة العيد بدقائق ما دام قد تنفس أو استهل صارخا وجب أن يدفع وليه زكاة الفطر عنه وبعض العلماء استحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه لكن هذا ليس بواجب وإنما هو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن تكون صاعا أي شيئا مكيلا وما يماثله من الكيلو جرامات صاعا من الطمر أو صاعا من الشعير وذهب العلماء جمعا لهذه الرواية بروايات أخرى أن تخرج زكاة الفطر من غالب طعام وقوط أهل البلد وكذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر أزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر